قال صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما فإمامة المصلين لها فقهها وأحكامها وليس كل إنسان يصلح أن يكون إماما فمن الناس من هو أحق وأولى بالإمامة ومنهم من تحرم إمامته ومنهم من تكره وأولى الناس وأحقهم بالإمامة أجودهم قراءة للقرآن العالم بفقه الصلاة فإذا اجتمع من هو أجود قراءة ومن هو أقل قراءة منه لكنه أفقه قدم القارئ الأفقه على الأقرأ غير الفقيه لأن الحاجة إلى الفقه في الصلاة وأحكامها أشد من الحاجة إلى إجادة القراءة ثم الأفقه الأعلم بالسنة فإذا اجتمع إمامان متساويان في القراءة لكن أحدهما أفقه وأعلم بالسنة قدم الأفقه ثم الأقدم والأسبق هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ثم الأقدم إسلاما ثم الأكبر سنة لقوله صلى الله عليه وسلم وَلْيَأُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ فإذا استويا في جميع ما سبق قرع بينهما فمن غلب في القرعة قدم وصاحب البيت أحق بالإمامة من ضيفه والسلطان أحق بالإمامة من غيره وإمام المسجد الراتب أولى من غيره إلا السلطان حتى وإن كان غيره أقرأ منه وأعلم قال صلى الله عليه وسلم لا يأمن الرجل الرجل في أهله ولا في سلطانه وتحرم إمامة المرأة بالرجل صيانة لها وسترة وإمامة المحدث ومن عليه نجاسة وهو يعلم ذلك فإن لم يعلم المأمومون بذلك حتى انقضت الصلاة فصلاتهم صحيحة وإمامة من لا يحسن الفاتحة فلا يقرأها حفظا ولا تلاوة أو يدغم فيها من الحروف ما لا يدغم أو يبدل فيها حرفا بحرف أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى فهذا لا تصح إمامته إلا بمثله والعاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود لا تصح إمامته لمن هو أقدر منه على هذه الأمور وتكره إمامة كثير اللحن والخطأ في غير الفاتحة وكذا من أم قوما وهم له كارهون أو يكرهه أكثرهم لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرة وذكر منهم رجل أم قوما وهم له كارهون وتكره إمامة من يخفي بعض الحروف ولا يفصح وكذا من يكرر بعض الحروف كالفأفاء الذي يكرر الفاء والتمتام الذي يكرر التاء وغيرهما وكذا تكره إمامة الفاسق